تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سموه أن هذه المناسبة التاريخية المجيدة تجسد الرؤية السيئة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعه الله بما حظيت وتحظى به من تأيد شعبي واسع وجامع من كافة أبناء البحرين مشيدا برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبجهوده المشهودة ودعمه لمسالات العمل الوطني داعينا الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطى